مفرزة السادسة من الدرك الوطني قادمة من مدينة بريا بشمهورية وسط إفريقيا بعد مشاركتها المشرفة في قوات حفظ النظام الأممية في هذا البلد الشقيقة واتب استقبال هذه المفرزة بمطار المعكشوط الدولي المتونسي من قبل الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني اللواء حنن والهنون والسيدي رفقة اللواء الشيخ جالو قائد مكتب التكويذ والاستخدام بقيادة أركان الدرك الوطني واللواء سليمان اللابودة قائد المكتب الأول بقيادة أركان الدرك الوطني هنا بمطار أم تونسي الدولي تحط هذه الطائرة التي تقل على متنها المفرزة السادسة من الدرك الوطني المكونة من 140 فردا كانت تشارك في مدينة بريا بجمهورية وسط إفريقيا ضمن قوات الأمم المتحدة في حفظ السلام بهذا البلد الإفريقي وتأتي عودة هذه الوهدة التي كانت باستقبالها إلى سلم الطائرة اللواء حنن والهنون والسيدي ألا من العام لوزارة الدفاع الوطني مرفوقا باللواء الشيخ جالو قائد مكتب التكوين والاستخدام بقيادة أركان الدرك الوطني وذلك بعد أن أكملت مموريتها بالعمل تحت مضلة الأمم المتحدة ضمن قوة حفظ السلام الأممية في جمهورية وسط إفريقيا وذلك في يطار المعاهدة رقم ألفين ومئة وتسعة واربعين الصادرة بتاريخ العاشر إبريل ألفين وعربعة عشر بين بلادنا وهيئة الأمم المتحدة والتي من بين بنودها الرئيسية إعادة هيبة الدولة وتجسيد العدالة وتوقيف المجرمين ومساعدة ضحايا العنف وتأمين مقرات الأمم المتحدة والمباني العمومية بجمهورية وسط إفريقيا نحن سعداء باستقبالكم وأنتم تعودون من هذا الانتداب الأممي لحفظ السلام ومرتاحون لتمكنكم من تأديتكم للواجب كما ينبغي ويرام لقد تمكنتم من نيل من طرف كل الشركاء كثير الإعجاب والاحترام ولا شك أنكم اكتسبتم من المهنية ما قد يساعدكم في عملكم في قادم الأيام نتمنى لكم عودة ميمونة إلى ذويكم وثكناتكم ومواصلة ناجحة للمشوار وقد عملت المفرزة العيدة بمكافحة الجرمة والقبض على المجرمين ومواجهة الجماعات المسلحة وحماية الشخصيات والمدنيين وبض النزاعات بين الجماعات المسلحة ونزع الاسلاحة قير المرخصة وحماية أفراد ومشاهات الأمم المتحدة والاستجابة لندهات الإيقاثة والمساعدات الإنسانية سعيا إلى استثباب الأمني والاستغرار في هذا البلد الإبريقي